الدراما المصرية يعني أقل من خلاص شهر دلوقتي ويبدأ مهرجان أنا بسميه مهرجان مهرجان للدراما المصرية اللي بينتظرها يعني كل صناع بقى الدراما وكل أيضا المشاهدين في كل مكان مش بس في مصر على فكرة حتى في العالم العربي لو أنت رجعت بسنين وراء مع بداية التلفزيون المصري هنا وبداية الدراما الدراما كانت في التلفزيون المصري من غير منتاج يعني بيجوا الممثلين ويقدموا الحلقات زي ما هي بالترتيب من غير منتاج لكن كانوا دايما اللي يهمهم مش بس إن هما يقدموها من غير منتاج كان يهمهم هما بيقولوا إيه للمجتمع وبيقدموا إيه للمجتمع وهل فعلا ده كان بداية التلفزيون كان عنده مهمة كبيرة جدا إنه يحصل اندماج بينه وبين المجتمع يسوف القصص اللي موجودة في المجتمع وممكن يعملها ويحصل بقى نصائح أو مشاركة أو تفاعل وفضلة هذه الخدمة تقدم حتى اللحظة اللي بكلم فيها حضراتكم الدراما المصرية دراما محبوبة في العالم العربي كله لأنه طبعا ما نقدرش ننكر أبدا إن احنا عندنا رواد وعندنا مبدعين من الكتابة للتأليف للسيناريو للإخراج لحتى كمان كل الوسائل الفنية الخاصة والمحيطة بالدراما هي صناعة فالصناعة دي بتبقى عاملة زي المكان أهم ما فيها هو المحتوى من أيام كده يعني لطيفة كده بدأت أشوف أو يعني التوالي اللي حصل للدراما أوف سيزون زي ما بيقولوا أو برة رمضان دراما اجتماعية لطيفة والدراما الاجتماعية لما بتعمل تفاعل بتلاقي على طول الشارع المصري بيتكلم بتكلم عن مسلسل وبينها معاد ليه الناس مقبلة عليه أو ليه الناس كلمت عليه كتير وكلموا على الشباب هو مسلسل بسيط جدا بكلم عن أسرة وبتكلم عن أسرة حديثة الآن بتكلم على الشباب بتكلم على مشاكلهم إزاي يقربوا لهم مشاكلهم عاملة إزاي وببساطة وبلطافة وده يخلينا نقول إحنا نهتم بالمحتوى لأنه هو ده اللي فيه تفاعل في الشارع المصري والناس على طول بتلاقي رد فعلها على طول تعليقات وموجودة على السوشيال ميديا والناس مبسوطة وده أهم شيء لأن المحتوى مهم السؤال بقى اللي بيطرحوا دايما صناعة دراما طيب هل أنا أروح ليه المسائل الاجتماعية المشاكل القضايا الموضوعات اللي بتهم الأسرة المصرية ولا أنبش ودور على بعض الظواهر الضعيفة أو الموجودة أو مش إن إحنا مش شايفينها أو حطين رأسنا في الرمل منها لأ هي ممكن تكون وليدة أشياء عشوائية مش منضبطة فهل أنا أعرض هذه الأشياء العشوائية مش منضبطة وعملها دراما؟ الإجابة أكيد هتكون لا لأن المجتمع المصري لو أنت جمعته كده وعملت ورقة زي ما كنا بندرس في الإعلام صحيفة استبيان فهتلاقي يهتم جدا بالعلاقات ما بين الأب والأم والأهل والجد والجران والشارع يعني الدراما القديمة بدأت كده والدراما من سنين كانت كده والدراما الآن بقت كده سعيدة فاكرين الرمضان الماضي الدراما قد إيه كانت متنوعة وكانت بتناقش كل المشاكل مشاكل المرأة مشاكل الشباب حتى القضايا الوطنية اللي بتهمنا هو ده دور الدراما هو ده المحتوى هو ده الدراما اللي بتدخل للتلفزيون الدراما التلفزيونية أصلها بتخبط على بابك يعني لا ما بتخبط بتدخل على طول أنت قاعد منتظر المسلسل على أي محطة مصرية بتتفرج عليها فبتلاقي المسلسل موجود عندك هو موجود قاعد معك في البيت فلو كان قاعد معك في البيت لازم يكون في نفس الوقت لايق على المجتمع اللي انت فيه ولايق على القضايا العامة أما الظواهر بقى اللي بتبقى موجودة الشمال أو يمين أعتقد أن هي ما ينفعش أن احنا نقيم دراما على ظاهرة صغيرة أو مش عايزة نسميها ظاهرة على بعض المشاكل اللي ممكن تكون موجودة الأهم نتكلم عن اللي احنا عايشينه جوه بيوتنا الأربع حيطان دول بنقول إيه وقد إيه يقدر يمتعنا لو مسنا وصل لنا